عمنا الجميل صلاح جهين العبقري كان بيقول اتكلموا اتكلموا محلى الكلام ما ألزموا وما أعظموا في البدء كانت كلمة الرب الإله خلقت حياة ومنها الناس اتعلموا فاتكلموا النهاردة المصريين كلهم في الخارج قالوا كلمتهم وعبروا عن إرادتهم الحرة والوعية الحقيقة النهاردة عشنا يوم من أيام مصر الجميلة مصر البهية العافية بصوت ولادها وأهلنا في الخارج الحقيقة دايما الشخصية المصرية أينما كانت قادرة على إثارة الدهش بتنحاز للوطن في كل استحقاق سياسي بدون أي حسابات على بركة الله بدأ المصريين النهاردة استحقاق سياسي جديد بتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 واختيار رئيس مصر القادم تحديدا من مبارح بالليل بدأت عملية تصويت المصريين في الخارج والتي بدأت في تمام الساعة العاشرة مساء في دولة نيوزيلندا على مدار اليوم سير العملية الانتخابية زي ما تابعنا على الشاشات كان سلس للغاية ما كانش فيه أي معوقات فنية المؤشرات الأولية كده بتقول لنا أنه فيه ارتفاع لنسب المشاركة في صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء العالم الأرقام بتقول لنا حضرتكم أنه حوالي 14 مليون ناخب مصري بالخارج له حق الانتخاب مدعو للانتخاب موزعين على 121 دولة في 137 مقر من مقرات الانتخابات وهي المقرات الخاصة بالسفارات والقنصليات المصرية مشاهد كثيرة جدا زي ما احنا شايفين على الشاشة استفاف وتوابير للمصريين في السفارات بدول العالم المختلفة وفيه أكتر من مشهد جميل الحقيقة ممكن نتوقف عنده النهاردة أنه هذه التوابير توابير كده بتمثل شرائح مختلفة من المجتمع المصري شفنا المرأة المصرية وهي دايما بالمناسبة يعني من كافة الاستحقاقات من 2011 حتى الآن أكتر من عشر استحقاقات سياسية دايما هي البطلة هي اللي موجودة بتتصدر المشهد شفنا كمان الشباب شفنا كمان في مشهد رائع ذوي الهمم وهم مصممين يقولوا رأيهم ويصوتوا للمستقبل يختاروا رئيس مصر القادم مؤشرات كتيرة جدا نسبة تصويت مثلا بتقول إن في ارتفاع غير مسبوك في المشاركة خلال اليوم الأول بالتحديد في دول الخليج العربي احنا عارفين إنه في كتلة تصويتية أو في جالية مصرية كبيرة أكبر الجاليات المصرية بالخارج موجودة مثلا في المملكة العربية السعودية في دولة الكويت شفنا يعني إقبال كبير رغم إنه النهاردة هو أجازة اعتيادية يوم الجمعة لكافة دول الخليج العربي ده مؤشر أيضا لارتفاع نسبة تصويت في بقية الدول الغربية في الدول الغربية النهاردة طبعا يوم عمل فيه توقعات كده إن شاء الله إنه بدءا من منتصف يوم الغد السبت وحتى يوم الأحد اللي هو اليوم الأخير أو اليوم التالت من انتخابات المصريين بالخارج هيكون فيه إقبال أكبر في معظم الدول الأوروبية والغربية المشاهد دي بتقول لنا أكتر من رسالة بتقول لنا إن المصريين مصممين على ممارسة حقهم الدستوري ومش بس فكرة الحق الدستوري والسياسي أن تصوت في العملية الانتخابية لكن هو الحق في اختيار من يحكم هذه الدولة العظيمة لمدة ست سنوات هو الحق في اختيار المستقبل وحق لكل مصري أن يختار ضمن الأربعة المرشحين وإحنا عارفين أن الماراثن الانتخابي أو صباق الانتخابات الرئاسية يضمن أربعة مرشحين هو المرشح السيد عبد الفتاح السيسي المرشح السيد فريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المرشح الدكتور عبد السند يمامة عن حزب الوفد والمرشح حازم عمر عن حزب الجمهوري أربعة مرشحين يتصابقون للوصول إلى مقعد الرئاسة والمصريون هم من يختاروا كل مصري قادر أن يختار من يمثله أبناءنا في الخارج وأهلنا في الخارج أكدوا أكتر من مرة أنهم ليسوا بمعزل وليسوا بعيدا عن التحديات والمخاطر اللي بتواجهها الدولة المصرية وده ممكن يأكد لنا بشكل كبير أنه هناك حرص شديد للمصريين أنهم يشاركوا بفعالية وإيجابية وبقوة في هذه الانتخابات ترجمة نانسي قنقر